وقع تحديد برنامج تفويت في 29 شركة من الشركات المسادرة اللي تملكها شركة الكرامة القابضة طبعاً في الـ 29 شركة هذية بدأت حوالي من شهر فيفريا 2017 عملية التفويت ثلاثة منهم شركات وقع التفويت فيهم يعني بدأت الإجراءات في نفس السنة في 2017 بمبلغ حوالي 100 مليون دينار بصفة مباشرة و25 مليون دينار بصفة غير مباشرة أداءات على القيمة الزايدة في الشركات يعني حوالي مبلغ 125 دينار مباشرة وغير مباشرة هذا بقاطع النظر عن الأراضي المسادرة واللي هم جابوا مبلغ حوالي 75 مليون دينار اللي مصارش ما يكملش في 2017 بشي يكمل في 2018 وتبدأ من الشهر جنزي يعني انهاء العمليات اللي بدأت في 2017 منهم خاصة شركة اسماند قرتاج الشركات فورد ويونداي 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 وطبعاً بانك زيتونة وزيتونة تكافل الشركات فورد ويونداي